مع انتشار وباء كوفيد-19 في المكسيك، واجه العاملون في مجال الرعاية الصحية اعتداءات جسدية من جانب أشخاص يعتبروهم مصدراً للعدوى. لكن في نيسان أبريل قررت منظمتان لأقوب الدراجات مساعدتهم وأطلقتان مبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي. تدعو النساء إلى التبرع بالدراجات الهوائية غير المستعملة أو قطع غيار لتقديمها للعاملين في مجال الرعاية الصحية. في بداية تفشي هذا الوباء سألنا أنفسنا عما يمكننا القيام به لدعم موظف الرعاية الصحية الذين يتعرضون للمهاجمة والتمييز خلال تنقلاتهم بسبب مهنتهم. بدأت المكسيك إعادة فتح القطاعات الأساسية بما فيها التعدين والطيران والبناء وتصنيع معدات النقل بعد أكثر من شهرين من الإغلاق. وفي ظل تخفيف إجراءات الإغلاق سمحت مدينة مكسيكو أيضاً ببيع الدراجات. ومن المقرر أن تقوم أمانة التنقل التابعة لوزارة النقل ببناء 54 كيلو متراً من الممرات المخصصة للدراجات الهوائية تضاف إلى 88 كيلو متراً موجودة أصلاً في المكسيك. ويفترض أن تقلل تلك الخطوة من انتشار كوفيد-19. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر